موسيقى شيلس حطي شيلس حطي تحطي عالتي حطي حطي لا لا lan لا لا لالالى انا جنيت الحلول المستحيلة للمشاكل المستعصية وجيت اليوم أحل لكم مشكلتكم ياربكم تلاقي شو الحال شو الحل معلكم دخل فيها بكل بساطة هي حرات في الطعوة Arctic شيلوا ولا يا الله، وشكا أنت بدون القطاراسي وقطيني قطاراسي حطه حطه حلقة جديد حطيه حطيه مهس أميني فتاة إيرانية تم احتجازها لأنها غير ملتزمة بغطاء الرأس وماتت أثناء احتجازها الله يرحمها ويصبر أهلها اللي صار أدى الانتفاضة للشعب الإيراني السلطات الإيرانية كتير حريصة إنها تفهم الشعب الإيراني إنه مش هي اللي أتلت مهس أميني حريصة لدرجة إنها أتلت عشرات الإيرانيين والإيرانيات وهي بتحاول تقنعهم بهاي الحقيقة وما بستغرب تطلع السلطات الإيرانية هلأ تحكي إنه مهس أميني انتحرت أصداً عشان تسقط النظام مؤامرة تن 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 مظاهرات الشعب الإيراني بدت احتجاجاً على مقتل مهس أميني ورفضاً لإجبار النساء على الحجاب ورفضاً للتعامل الهمجي اللي بتمارس السلطات على النساء لكن الموضوع كبر واتطور وصار في مهاجمة لمقار أمنية وحرق لصور قادة سياسيين وأمنيين موسيقى 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 طيب يا جماعة الخير يعني إيران عمرها ما أثرت معنا يا ما خدمتنا أنا الأوان نردي الجميل ونخدمها زي ما حكى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مئاتي ما شفنا من إيران إلى كل خير فعشان هيك لازم نخدم إيران ونساعد إيران ونعلم إيران كيف تقضي على أي تحرك شعبي ضدها أول خطوة الإنكار عملوها عملوها؟ ماشي طالما عملوها بنروح للخطوة الثانية التخوين هؤلاء دواعش أنصار للصهيونية البترودولورية مشاهدي نتفلكس إمبرياليين نيوليبراليين كمان عملوها برضو هاي عملوها؟ ماشي الخطوة الثالثة القمع والاعتقالات والقتل برضو عملوها جد؟ لا ليش متفاجئ هما أساتذت هاي الأمور إذن هلأ وقت الخطوة الرابعة إطلاق ثورة مضادة هويهيهيهيه عملوها من زمان يا خي حياتوني هم دا ساعدكم ساعدوني يا ساعدكم إذن هلأ وقت الخطوة الخامسة الضرب على وطر الحساس ودغدغة المشاعر الدينية والوطنية والطائفية في نفوس الثورة المضادة برضو عملوها لا ما بس هده في ويديو فرجوني شوف طبعاً التعاطف مع محسى أميني الله يرحمها وصل للعالمية في كتير فيديوهات تعاطفت معها وشعوب تعاطفوا معها بس في فيديو تحديداً حاب أفرجيكم إياه لأنه كتير كتير إنساني فوق ما تتخيروا إنساني بيادة مخصى بيادة مخصى بيادة مخصى بيادة مخصى بيادة مخصى بيادة مخصى الله الإنساني الله يعني عن جد يا دمعة بليز دون تطيحي عندي تصوير نيكولاس نيكولاس هدول إسرائيليين والفيديو منشور على حساب إسرائيل الرسمي على تيكتور إسرائيليين قلتلي هو عن جد ياريت هيك لو كل الناس يتعلموا التعامل مع النساء منكم عن جد لأنه أنتو خير معلم طبعا إذا حكينا كل الأسامي مش رح نخلص لأنه احتلال وعامل حاله إنساني بس على كل حال أنا بطلت أستغرب ليش هوليوود كل شوي بتأخذ منكم ممثل لكم كتير شاطرين بالتمثيل بس على فكرة الحق مش عليكم لا والله الحق على محمود عباس اللي تراجع عن المهلة وكسر خاطري المهلة اللي كنت أنا كتير متأمل فيها خير نيكولاس عندي إلك خبر بمليون دولار شو رأيك تعطيني المليون وبديش الخبر شو رأيت إنه لما تعرف الخبر حتغير رأيك ماشي احكي هاخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس تاج رأسك وراسي وروس الجميع يعني رأس الأمة راح على مجلس الأمم المتحدة وكان معه يا نيكولاس مجموعة مطبوعة من انتهاكات العدو الإسرائيلي على ورق أنا بعرف أنه أنت هلأ فكرت حجم A4 A3 لا لا مستحيل A3 انت شفت بعينك A3 هلأ شفت بعيني A3 يعني محمود عباس ممكن رح يعملها وينفذ تهديده ليك ما بدي أملك وما بدي حمسك بس أنا يعني حاس هيك لأنه لما بلش خطابه المختصر ساعدوا على عين دي أماكسي ممكن كل الوافد الإسرائيلي حملوا حالهم وراحوا بتحس وكأنه رايحين يتخبوا يس يس محمود عباس صب عليهم نقمتك وغضبك فهمهم إنه الدولة الفلسطينية حرة فهمهم إنه هم احتلال وسيزول خش محمود عباس خش أين سنقيم دولتنا المستقلة لنعيش بسلام مع جيراننا نريد أن نعيش بسلام معهم معهم مع إسرائيل جيراننا قلت لي جيراننا الاحتلال جيراننا ودولة أخرى نقول السروق روء روء ما تظلموا للزلامة اسمع على الآخر يمكن هنلاقي فاجأك يمكن يقول لهم اطلعوا من أرضنا ويقلوا بالطاولة احتار احتار منشوف سوا منظمات حقوقية ايتها الجمعية العامة يا أعضاء المجلس الأمن وحقوق الإنسان لماذا نتحمل نحن مروه هدا عم بلعب بالمايك مش عم بقلي بالطاولة نيكولاس ما تظلموا للزلامة ما تظلموا للزلامة احضار خلينا نشوف شو عنده يقول ما هو عن بقلي خلينا نشوف شو الطالب البدل يطلبه فضل اطلب وطالب إسرائيل من على منبركم هذا الاعتراب بمسؤوليتها عن تدمير هذه القرى وارتكاب المذابح وتهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتذار للشعب الفلسطينيين نعم نفع بعد كلها القتل يجب أن يعتذروا احتلال يلا حبيبي احتلال يلا حبيبي قول سوري يلا يلا لأنه انت أتلت وهجرت وأطعت وأجرمت وكسرت وحرقت وسرقت وطردت وما ضلوا لجريمة إلا وعملتها لازم تحكي سوري يلا سوري يلا يلا S-O-R-R-Y سوري احكي سوري يلا حبيبي يلا يلا هلأ رح تحكي لي ما بدي أحكي سوري لأنه في فلسطينيين ناشطين سياسيين عم بيحكوا كلام وأفكار عم تزعجني ولا يهمك رح أعتقلهم لعيونك ما تتحجج فيهم قول سوري يلا عم تدرس تنقل سفرتها للقدس يعني باختصار يا محمود عباس أنت تنخلي فلسطين بلا هيبة ومش قادر تعطي فلسطين أي هيبة نيكولاس ما تزل ملزلة ملو سمحت هددن تعرف بشو هددن بشو ينضم لمنظمات تانية غير الأمم المتحدة معقول يعملها وينضم هيك لمنظمات تاب على المعسكر الشرقي روسيا الصين كوريا الشمالية هيك ممكن يخافوا يحسبوا له حساب ويعطونا هيبة فرجيني نحن الآن عضو مراقب في الأمم المتحدة كل هالهواء الهالة وكل هالزيطة والزنبليطة خمسة عشر مليون فلسطيني كلهم متعلمين كلهم متعلمين وكلهم مثقفين ونحن يسع عضو مراقب طيب ماشي هذه العضوية عطتنا الانضمام إلى بعض المنظمات الدولية نحن إنشاءها من بكرة بدنا نكمل حقنا فراح ننضم حقنا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الملكية الفكرية ومنظمة الطيران المدني الدولي بدنا نتقدس وهذا حقنا أنت ما عندك مطار يا ابني ما عندك مطار بس يا نيكولاس أنت رجعت تظلم للزلمة زلمة راح طالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل وقدم أدلة على انتهاكات إسرائيل مروة نعم مروة الأدلة اللي قدمها كل الموجودين بالقاعة بيعرفوها ومطنشين وهو عارف ومطنش إنو هم عارفين ومطنشين بس لازم كل يوم أو كل فترة يعملوا نفس المسرحية هاي الأدلة هم بيعرفوها ومطنشين وهو بيعرف إنهم مطنشين وبعرف إنهم راح يطنشوه حتى شوفي نحن قدمنا الطلب للأمينة العام لتنفيذهاك ممكن؟ ولا كمان تزبلونا كما زبلتمونا في كل مرة؟ خلص أنا اقتنعت إنو ما عنا هيبة بديش هيبة يا عمي خلص اقتنعت خلص مش مشكلة بدي أتعايش خلص بس أنا مشكلتي مين المترجم اللي راح يترجم زبلتونا كما زبلتمونا سابقاً؟ هاي كيف راح يترجمها؟ يعني شو؟ هاي بدها مترجم عبقري زي خالدي مثلاً ولا كمان تزبلونا كمان إنه يقول هل سترمونا في الرسايكل بن كما رميتمونا في الرسايكل بن من قبل؟ ختاماً اللي جد بيعطي لفلسطين قيمة وجد بيقاوم الاحتلال مش هتلاقيه موجود بهاي القاعات هتلاقيه عم بيقاوم على أرض الواقع في الشوارع مرابطين ومرابطات في الأقصى هتلاقيهم في سجون الاحتلال وللأسف هتلاقيهم كمان في سجون السلطة خالدي أدخل أخبار دقيقة في دقيقة نيكولاس حبيبي قبل أخبار دقيقة في دقيقة أنت زعلان على زبلتومونة ومش زعلان على زيتا وزنباليطة هاي كيف دها تترجم؟ سهلة زيتا أويل زيتا أويل و أند أند معبول زم زي زلمة بس سريعة زم فمش من من بليطة طايل بلاطة طايل فترجم وكل هالزيتا والزنباليط إيه سيين أويل أند من تايل هلأ جد أدخل أخبار دقيقة في دقيقة ما سأكم مزين بألوان البطيخ دبلوماسي عراقي ينشغل بمتابعة مباراة كرة قدم خلال اجتماعاً للأمم المتحدة وزيرة البيئة السويسرية تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة بطرق مختلفة منها لاستحمام الجماعي بوثينا شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد تصرح بأن العدو الإسرائيلي تعمد إشغال المواطن السوري بلقمة العيش على حساب التفكير الاستراتيجي والنضال الوطني التحرري مواطن روسي يشعل غاز منزله في بث مباشر لمدة شهر لاستفزاز الأوروبيين الأردن يدخلوا موسوعة جينيس بأكبر تي شيرت في العالم خالدي الأخبار كلها صد تحكي جد كلها؟ ايه والله أنا ما عندي مشكلة بصراحة مع كل الأخبار إلا آخر خبر شفي؟ أنا موسوعة جينيس جد وافقت على هاد التي شيرت الكتير كبير مع إنه كمامو كتير صغيرة كافوت قول لا نتهمها بالبادي شيمينج صراحة أنا أكهار فضل كمي كمي كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة يسقط نيكولاس ومع شكرا خالدي على شو ما بعرف كل أخبارك حققية بس إنه شكرا خالدي يا جماعة الخير يبدو إنه رياح الحرب الأوكرانية جرت عكس ما تشتهيه سفن بوتين والحرب الأوكرانية اللي دخلت شهرها الثامن طلعت مش نزهة زي ما كان نفكرها الثعلب بوتين والثعلب بوتين طلع مش ثعلب زي ما كنا نفكرينه رتحكي لي ويحك ليش هيك صار مع بوتين رح أحكي لك أخوي العربي بس ركز منيح لإنه هذا الكلام تقيل ودقيق وعميق مش رح تسمعه بأي مكان تاني غير نص الصحف الإخبارية أولا بوتين كان مستخف بقدرة أوكرانيا على المقاومة والصمود اتنين ما كان بوتين متوقع هذا الدعم الغربي لأوكرانيا رح تحكي لي ما أنتو بالصليط الإخباري برضو كنتو مفكرين هيك حبيبي في فريق إحنا هبيد بنهبد هو رئيس دولة إلا إذا بوتين بحضرنا بودرس قراراته بناء على مشوفه بالصليط المهم هذا الإشي خلى الحرب الطول والخسائر تزيد وبوتين يطلب التعبئة الجزئية من الضروري دعم اقتراح وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقيام بتعبئة جزئية في الاتحاد الروسي سيتم استدعاء فقط المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط وقبل كل شيء أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة والذين لديهم تخصصات عسكرية معينة هم من سيخضعون للتجنيد في الخدمة العسكرية الشعب الروسي سمع تعبئة جزئية من هون اتحمس حس بشعور وطني وقف على حيله وهرب وماهم حق صراحة لو أنا محلهم بهرو شو متوقع فوتين أصلا شفت أنك مش تعلب لمزيد من التفاصيل معنا المحلل والخبير الجيوسياسي الروسي مؤلف كل مقولات دستويسكي المزيف على فيسبوك المحلل الخبير العبقري الدكتور أحمدوف خلدسكي أستاذ خلدسكي ما هو تحليلك أو تبعات خطاب بوتين الأخير والتعبئة التي طالب بها؟ شكراً أستاذ نيكولاس في الواقع حاول بوتين أن يحقق أهدافه في أوكرانيا سريعاً بضربة خاطفة قبل وصول دعم وهذه استراتيجية جيو عسكرية شهيرة اسمها على ما يجي الترياق من العراق يكون الملسوع فاق لكن الدعم وصل وبدأ يخسر فاضطر للانتقال إلى الخطة الثانية أو البلان بي اللي هي حسن ما نسميها أحنا يعني عبيله وديله ولذلك أعلن التعبئة عشان يديله طب أستاذ خالدسكي قبل ما نكمل الموضوع عندي سؤال شخصي هاي جملة تخيل أن العنكبوت الذي قتلته في غرفتك يعتقد أنه شريكك بالسكن جد حكاها دستووزوفسكي ولا مزيفه؟ لا دستووزوفسكي ما حكا هيك هاي اجتهاد شخصي طيب نرجع لموضوعنا من الآخر الرئيس بوتين على شو نووي؟ نووي على شر نوبل يعني محلل وعبقري وخفيف شكرا دكتور المهرج خالدسكي على كل حال كلام بوتين ما كان لطيف على الشعب الروسي عشان هيك صار فيه مظاهرات واحتجاجات وفيه آلاف حاولوا يهربوا من روسيا خوفا من التجنيد انا مش فاهم ليش عم تهربوا شكلكم ما سمعتوا البطريارك الروسي المنقب ببطريارك بوتين كيرل شو حكا؟ لو سمعتوا شو حكا ما بتهربوا حكا انه اي واحد بيموت دفاعا عن روسيا ستمحى كل ذنوبه فارجعوا يرجعوا الله يرضى عليكم بدناش البطريارك كيرل يزعل مننا نيكولاس نيكولاس حبيبي كم مرة حكينا أخبار دقيقة فيه دقيقة إلي مش إلك إلي مش إلك وأكم مرة بتيجي بتحكيلي هادا كلام تكتشفنا الخبر حقيقي الخبر حقيقي ومش بس هيك مشايخ النظام السوري دعوه لبوتين بن نصر من قلب موسكو شوف بوتين أو ثعلب أو دب روسي اللي بدك إياه انت حر بدك تعمل حرب نووية وحرب كونية وحرب عالمية انت حر خلص أصلا لقد فات الأوان من وقفك بس بدك ترجع سكوك الغفران وترجع الحروب الصليبية وإحنا نعزنا يا عمي انت بتحضر أخبار يا عمي رحمنا يعني إحنا ميتين بس صار الواحد محتار كيف حيموت يا طرأة كيف حنموت آخر خبر معنا لليوم خبر حزين هو غرب قارب عليه أكتر من 120 شخص بالقرب من سواحل مدينة طرطوس السورية القارب كان طالع من لبنان عليه سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وراح ضحية هذا الإشي أكتر من 90 شخص الله يرحمهم ويصبر أهليهم ويشفي المصابين ويرجع المفقودين لأحبائهم اسمحولي أحكي رأيي بأكم من شغلي ما أحد أطلبه بس رح أحكيه ما بينفع بأي شكل من الأشكال نلوم الضحايا اللوم بقع على العصابة الحاكمة في سوريا ولبنان وبقع على عصابات تهريب البشر مش عليهم ما بنيجي نلوم ناس فقدوا الأمل بعدين فقدوا أحبائهم ما بينفع نلومهم ما بينفع بس يا نيكولاس مش على أساس هما فقدين الأمل وفقدين المال وفقراء من وين جابوا أربع تلاف دلال على الشخص يا حبيبي عشان بديش أحكي كلمة ثانية يا حبيبي هدول ناس اداينوا باعوا كل إشي بملكوه صرفوا اللي فوقهم واللي تحتهم عشان يروحوا ترا كلكم البلد تعيشوا فيها ارحموهم لما يموتوا ولي بدايئك أكتر إنه في ناس كانوا مطلبين للنظام السوري وهلأ وقعوا بإيد النظام السوري وزي ما قال البعض نجيوا من القرش طلعي لهم الأسد هذا كان ردي على تعليقات موجودة هلأ أجا وقت نتوقع تعليقات مش موجودة ونرد عليها عشان هيك يا درا الأسبوع اسف نأير رح نتوقع تعليقات جميع ونرد عليها مع مروا الحراراتي وفقراتي ردود على الردود تعليق الأول معنا لليوم من ضمير الأمة بيقول ليش الاحتلال عطول بيهددنا بالقوة وما في ولا عربي يهددوا بالقوة بلا فيه سلطة الطبيعة والمتنزهات عند الاحتلال عم بتحذر من خطر جديد عم بتعرض له سلطات الاحتلال تحديداً أمنة الغذائية وقوة الاقتصادية بسبب شو؟ بسبب غزو البورس المصري أو ما يعرف بأبو برايس لمناطق الاحتلال زافي لأبو برايس طبعاً دوافع لحد هذه اللحظة نحنا ما منعرفها هل هي دوافع وطنية أم أنها مجرد هروب من ظروف خاصية ما منعرف وما بيهمنا ع جميع الحالات دحية لأبو برايس وكل الزواحف تعليق الثاني معنا لليوم من دبل كريملا بيقول فيه ليش هالقد متحيزين لأوكرانيا لما روسيا تقصفها بتتعاطفوا مع أوكرانيا ولما روسيا تنتصف ما بتتعاطفوا معها عزيزنا دب الكريملا عامةً فيه مفهوم كثير غريب بالعالم مثلاً لنفرض أنه فيه حدا قاعد بقلب بيته بعدين إجا حدا فيت عقلب بيته وحاول يقتل أو يسر أو كذا كذا بعدين هدا اللي قاعد بقلب بيته قاتلوا لحد اللي فيت عقلب بيته ما بحرف ليش بس الناس عامةً بيتعاطفوا مع اللي قاعد بقلب بيته مش مع اللي عم بيفوت على البيت أما التعاطف فهو حسراً مع الشعوب تعليق الثالث والأخير معنا من عبير محاربة ازدواجية المعايير ليش ما بتحكوا على فرنسا اللي عم تمنع الحجاب عبير حبيبتي لمرت الجاي بدي عزبك تحضر الحلقة من أولا لآخرا مش العكس وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لاحظة لاحظة شو نهاية حلقتنا ما بدك تحكي عن عودة موسوليني عودة مين موسوليني هو رجع لا بس اليمين المتطرف بإيطاليا ربح بالانتخابات وصار عندهم رئيسة وزارة يعني عودة موسوليني وعودة الحروب الصليبية وعودة سوكوك الغفران وإحنا بأي سنة لاحظة خليني أشوف بس بدأ أتأكد إذا في طعون وبرجع لك الحمد لله روح وهون بنكون وصلنا لنهاية العالم مش نهاية حلقتنا فيديو الأسبوع والله حتى جاكارا بجويس بتطلقى معي حطوا فيديو الأسبوع موسوليني هيت 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 نيكولاس اشهد اللي بايدك اللي بايدك اذا ما بتطلع برا الشامتك فيه يالا برا يالا برا 10 دولار كان معاكم نيكولاس خوري مروى الحاراتي أحمد الخالدي جاسم العلي واحد واحد للا لقاء اخر جاكارا بجويس معاس اسماء لك نفسك جاكارا رجعت اشتركوا في القناة